اشتركوا في القناة اخبرها الاطباء ان مصير زوجها الذي تزوجها منذ 12 عاما هو الموت نتيجة الفشل الكلوي فقررت الزوجة ان تمنحه كلية لتحافظ على ابي اولادها بعدما رفض اشقاؤه التبرع له وقالت السيدة صوراية التي ظهرت في حالة يرث لها ان زوجها طلقها بعدما استعاد صحته ولياقته البدنية بحجة انه يرغب في الزواج من امرأة شبة اشتركوا في القناة